الرئيس قدم مقترحات لحل هذا الوضع وكأصدقاء لإسرائيل نأمل بأنكم ستنظرون في تلك المقترحات رئيس الوزراء شكرا لزيارتكم ألمانيا ولإعطاء الفرصة للحديث معكم بالتفصيل كان مهما وهذا سيقوي العلاقة بين إسرائيل وألمانيا شكرا شكرا مستشار شولز أيها الضيوف الأعزاء أود أن أعرب عن امتنان الاجتماع اليوم لقد كانت محادثات مثمرة وعززت طبعا العلاقة أو صداقة القوية بين بلدين الصداقة بين إسرائيل وألمانيا متعمقة في التاريخ وأيضا كان تاريخا مؤلما ولكن أيضا هناك أمال مشتركة لمستقبل أفضل ونيابة عن شعب وحكومة إسرائيل أود أن أعبر عن تقدير العميق لالتزامكم بأمن إسرائيل وأود أن أشكركم أيضا لموقفكم ضد معادات السامية والتي هي مهمة لا ينبغي أن تنحصر فقط في الدولة اليهودية ولكن في كل العالم أتطلع للعمل معكم في السنوات المقبلة لتعميق علاقاتنا الاقتصادية إسرائيل وألمانيا قائدتان في العديد من القطاعات الاقتصادية وفي التكنولوجيا والاقتصاد فهذا يمكن أن يقود بلدين إلى مستقبل أفضل ورفاهية أيضا لشعبينا ولخلق هذا المستقبل الأفضل لشعبينا ينبغي أن نقف معا في مواجهة المخاطر المشتركة وليس هناك خطر أكبر وأكثر قلقا لإسرائيل من نية إيران صنع القوة القنبلة النووية طبعا كان هذا أهم شيء تحدثنا عنه لأن إيران هي نظام يدعو لتدمير الدولة اليهودية الوحيدة فقط لقد وقفنا في المنصة هذا الصباح حيث آخر اليهود من برلين ستة أسابيع قبل انهيار النظام النازي وأرسلوا إلى مخيمات الموت حين يكون تلك الفكرة المتطرفة لتدمير الشعب اليهودي والقضاء عليهم ومحوهم من الأرض فلم يكن لدينا دفاع في ذلك الوقت الآن هناك نظام متطرف يريد أن يمحو الدولة اليهودية الوحيدة فقط وفيها ستة ملايين يهودي لدينا دفاع وإسرائيل ستفعل ما علينا فعله للدفاع عن أنفسنا وكما قلت للمستشار الشعب اليهودي لن يسمح بهولوكوست ثاني الدولة اليهودية ستفعل ما هو ضروري لمنع إيران من حيازة سلاح نووي نقطة إلى آخر السطر طبعا نريد أن نفعل ذلك بتشاور والعمل والتعاون مع القوى المتحضرة في العالم والولايات المتحدة ومجموعة الدول الثلاث ولكن علينا أن نتخذ موقفا قويا ضد إيران فيما يخص العتبة النووية حتى لا تصبح إيران دولة نووية ومعنيتها بالقضاء لقد قالوا الموت لإسرائيل الموت لأمريكا وهم خطر لجميع من بين ذلك وطبعا الاتحاد الأوروبي وألمانيا بين الطرفين علينا أن نتحرك الآن ونقول لإيران بأنها لا ينبغي أن تتجاوز العتبة وإلا ستكون هناك تدعيات وكما قلت إسرائيل ستفعل ما هي بحاجة لفعله للدفاع أو لصد أولئك الذين يريدون محوى الدولة اليهودية إسرائيل أيضا تريد الوقوف في وجه الإرهاب الإيراني أولئك الذين يوجهونهم أيضا سيدفعون تكلفة باهظة أقول بأننا نتقاس مقلق أولئك الذين يريدون أن يصعدوا التوترات في المنطقة أولئك الذين يريدون أن يغذوا الإرهاب نفعل كل ما في وسعنا وبجهود أيضا لتعاون مع جيراننا لمنع ذلك التصعيد من أن يحدث وبفعل ذلك بطريقة مسؤولة لقد كنت رئيس وزراء الإسرائيل مرات عديدة وكان هناك سلام ولكن هناك تحدي كبير لأن هناك ناس يحاولون كسر ذلك السلام وذلك الهدوء ولذلك سنحاول أن نعزز السلام والأمن مع طبعا التحديات التي تتواجهون ومع طبعا الأمور الأمنية تحدثنا عن دعم إسرائيل لأوكرانيا وبأننا سنبيع أيضا أنظمة لألمانيا أنظمة آرو أعتقد بأن هذا له مغزى تاريخي فقبل سبعين أو ثمانين سنة لم نكن أي شيء وكنا نرسل إلى أفران الموت الآن أقل من ثمانين عاما بعد ذلك نحن نمثل دولة يهودية ذات سيادة ونتحدث مع زعيم ألمانيا جديدة وألمانيا مختلفة بشأن أن الدولة اليهودية ستبيع أسلحة أو أنظمة لحماية السماء الألماني إذن نحن نساعدكم وأنتم تساعدوننا وأعتقد بأن هذا يظهر ويشدد على التغيير الذي حدث مع وجود الدولة اليهودية كما تحدثنا عن تجديد ذلك وتعقم ذلك بأيضا تكثير التبادلات بين الشباب ويكون هناك أيضا لقاءات بين الحكومتين والتي توقفت على مدى خمس سنوات بسبب كوفيد وظروف أخرى حتى نحضر للاجتماع المقبل والذي سيعزز ما تحدثنا عنه مثلا مشاركة ألمانيا في المشاريع الاتفاقيات الإبراهيمية وأظن بأن هذا سينفع العالم كله أود أن أضمن لكم سعادة المستشار بأن إسرائيل ديمقراطية ليبرالية ونبقى كذلك وأنا قدت إسرائيل على مدى 16 عاما على الأقل وجعلت إسرائيل ليبرالية اقتصادها ليبرالي وأيضا حقوق المثليين وغيرهم الليكود هل تعرفون بأن لديه خلية وقائدها كان قد عين من قبلي ليمثل المثليين وغيرهم وأظن بأن قلة منكم يعلمون ذلك وصورة بأننا نريد أن مثلا نحضر مثلا أو نعرق للقضاء هذا كله أكذيب طبعا العديد يشعرون ولكن أتحدث عن أفكار ولكن العديد يشعرون بأن هذا الإصلاح مهم جدا وقوي فالقضاء مهم جدا والإصلاحات القضائية هي حتى يكون هناك توازن بين الفروع الحكومة أو الحوكمة في إسرائيل والتي توجد في أي ديمقراطية أخرى وأعتقد أننا يمكن أن نستفيد من أفكاركم سعادة المستشار ولكن الحقيقة هي أنها مختلفة عما يعتقد الناس أو لا يعلمون بمفهومها مثلا في معظم الدول وحتى في ألمانيا